السلام عليكم ورحمة بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو دي اليوم كله افادة ان شاء الله فيديو مهم يستحق المشاهدة وبغيته يوصل جميع الاخوات اللي كانت تضرم عن الدرية الصالحة ويربي ان شاء الله ما تحرم تجي واحدة منكم من هاد النعمة هادي نعمة الامومة بلا شك انه كان بزاف دي الوصفات وكنجيب لكم في هاد القناة جميع الوصفات ناجحة اللي ممكن انك تجر بها ويحصل بها الحمل بسرعة خير دليل على ذلك بزاف دي الاخوات جربوا الوصفات ديالي وجابت معهم نتائج مردية في حين انه كان عندهم انقطاع في الدورة كان عندهم ضعف التبويد كان عندهم عدة مشاكل كان الوصفة كذلك دي العسل بالاعشاب المكمل الغدائي الطبيعي اللي كان صح به جميع السيدات اللي عندهم تأخر في الحمل الوصفة اللي كان حدر شخصيا والوصفة اللي لقات نتائج مردية اللي حملوا بها بزاف ديالاخوات اللي السن ديالهم تجاوز لخمسة والاربعون سنة وكذلك عالجت لهم بزاف ديال مشاكل غد نخلي لكم كذلك في اول تعليق اللي بغت تطلب الوصفة توصلوا معايا مرحبا بكم جميعا ان شاء الله فهي علاج ممتاز للزوجين معا وكتعالج بزاف ديال مشاكل قبل ما نعطيكم الوصفة ديال اليوم كان بغي ديما نذكركم بانه كين بزاف ديال تغذية اللي كتساهم والاشياء اللي كتزيد في حجم البويضة منها الافوكادو البقوليات والعدس المكسرات والفواكه الجفة بذور السمسم الورقية الخضراء الزنجبيل يعني هاد الاشياء هادي ضروري تعتمد عليها في النظام ديالك الغدائي سيدات اللي عندهم نقص في الفيتامينات يخدوها على شكل مكمل غدائي مثل الفيتامين دال يعني السيدات اللي كيسولو شنو هما المكملات الغدائية اللي ممكن انهم يتناولوا بدون استشارة الطبيب كين الفيتامين دال بطبيعة الحال إلا كان عندك النقص ديالو يعني إلا كان عندك واحد نقص كبير في هاد الفيتامين فضروري خاصك تناولي على شكل مكمل غدائي أو أنك تعرضي لأشياء الشمس بشكل مباشر في الأوقات ديالها اللي كتكون يعني الأوقات اللي كتكون ما بين يعني قبل الظاهرة كتكون أوقات ممتازة للتعرض لأشياء الشمس للحصول على فيتامين دال كذلك بعض السيدات عندهم نقص في الأوميغا 3 يعني ما كيتناولوش الأسماك بواحد صورة منتظمة يتناولوا الأوميغا 3 على شكل مكمل غدائي يحاولوا أنهم يتبعوا نظام غدائي صحي يحاولوا أنهم يحصلوا على وزن طبيعي ممارسة الرياضة وكذلك يعني تناول المكملات الغدائية وأهمها حمض الفوليك بطبيعة الحال كان بزاف ديال الوصفات اللي كتساهم بشكل مباشر في زيادة حجم البويضة وكتكبر الحجم ديالها في واحد يعني السرعة خيالية وإن شاء الله تنتم تستفدوا من هات الوصفة هدي بزاف ديال أخوات يعني كتجي فترة الإبادة كيرقبوا التبويض ديالهم كيلقوا بأن حجم البويضة ما كتوصلش للحجم المناسب رح كين فرق بين ضعف التبويض وبين تكيوس المبيض تكيوس المبيض كيكون بزاف ديال البويضة صغار كي يخرجوا من المبيض ديالك ديال كل البويضات كي تجمعوا شهر على شهر ما كيكبروش في الحجم ديالهم وكيكون الحجم ديالهم قل من تسعود ميلي متر عكس ضعف الإبادة ضعف الإبادة كتكون البويضة ديالك مثلا وصلت الحداش في اليوم 16 أو 17 يعني ديالك البويضة ما غتلقح لأنها صغيرة جدا صغيرة في الحجم وهناك يكون ضعف التبويض إذن ديما فرقوا بين ضعف التبويض وتكيوس المبيض وكلهم عندهم علاج واحد اللي هو اتباع ندم غدائي صحي تقليل من الوزن وكذلك ممارسة الرياضة حاولوا أنكم كذلك يعني تبتعدوا على كل ما هو غير صحي اللحوم بكثرة يعني بتعدوا عليها الدجاج يعني الدواجن كل هاد الأمور هذي كتكون فيها هرمونات صناعية وبالتالي كتضيفوا هل دوك الهرمونات اللي كيكونون انتم عندكم خربقين كيزيدوا يتخربقوا بالتالي ما كتحصلوش على الحامل بسرعة إذن كينا بزاف ديال الأخوات كيسولوا على الوصفة ديال اليوم الوصفة ديال اليوم قبل ما نعطيها لكم حاولوا أنكم ديما تخليوا لي اللايك في الفيديو باش توصل هاد المعلومة لجميع الأخوات اللي باغين يجربوا هاد الوصفة هذي لتكبير حجم البويضة بواحد السرعة إن شاء الله غادي نعطيكم كذلك معلومة مهمة اللي هي شرب الماء بكثرة شرب الماء لتكبير حجم البويضة خصوصا فترة الدورة الشهرية بما لا يقل عن تمان أكواب من الماء على مدار اليوم باش تحصل على نتائج أفضل إذن حاولي أنك تبعيها واحد الشهر ما تنسي شرب الماء ولو الجو يكون بارد خصوصا في أيام الدورة لأن الماء كيساهم في أنه يعني كي يحيي جميع الأعضاء دي الجسم بما فيهم المبايض الماء كذلك كيساهم في علاج الخلل الهرموني للسيدات اللي عندهم مشاكل في الهرمونات إذن صدقوني ره تجربة شرب الماء في الفترة ديال الدورة كتكون ممتازة ونتائج ديالها واضحة خصوصا للسيدات اللي كيقوموا بتحالي القبل ومن بعد كيقوموا بتحالي الأخرى كيلقوا الفرق واضح هذه العشبة هذي اللي غنذكر في الفيديو فهي عشبة ممتازة عشبة كف مريم أكيد أن الفعالية ديالها كبيرة بزاف بزاف ديال أخوات تسمعوا لها ما كيعرفوش يستخدموها وما كيعرفوش وقتاش يخدوها وبالطريقة الصحيحة أكيد أنها فعالة جدا في تعزيز الخصوبة فعالة كذلك في المساعدة في غرس البويضة في جدار الرحم يعني كان بزاف الأخوات عندهم هذي المشكلة اللي هو غرس البويضة في جدار الرحم البويضة ما كتستطعش أنها تنغارس نتيجة نقص إفراز هرمون بروجستيرون وبالتالي كتهبط مع الدورة وما كيتمش الحمل كذلك عشبتك في مريم من الطب الشعبي المعروف بأنها فيها بزاف الفوائد في علاج الضربات الدورة كذلك في علاج منقطاع الحيض المساهمة في تخفيف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض وكذلك تخفف من أعراض سل يأس من هبات ساخنة من مشاكل متعلقة بسل يأس المبكر وكذلك تعالج بعض الحالات الأخرى منها الصداع منها يعني بزاف ديال الحالات الأخرى غير الحالات المتعلقة بالإنجاب إذن بالنسبة لطريقة استخدام هاد الوصفة هدي كتجيبي عشبة كف مريم إلا ما عرفتي هاش حولي أنك تبحتي عليها على الصورة ديالها كيفاش دايرة باش ملي تمشي عند العطار غادي تلقيها بدك الصورة وغادي تاخدها وهي معروفة جدا يعني الشكل ديرها معروف كتاخدها من عند العطار كتحولي أنك تجيبيها كتاخد فقط بضع أغصان من ديال العشبة ديالك في مريم وكتحولي أنك تطحنيها جيدا من بعد كتاخد واحد الملعقة صغيرة كتغسلي يعني كتديرها في صفايا كتغسليها جيدا ديالك الملعقة المطحونة من عشبة كف مريم من بعد كتضيفها للكوب ديال الماء الساخن وكتشربيها بتداءا من اليوم الخامس من الدورة مدة ثلاثة أيام ابتداءا من اليوم الخامس للدورة مدة ثلاثة أيام هذه الوصفة هذه ممتازة كذلك للسيدات اللي عندهم ارتفاع هرمون برولاكتين كتساهم في أنها كتخفض لكم معدر ارتفاع هرمون الحليب في الدم وبالتالي كيكون عندكم يعني المشكل محلول إن شاء الله وكيتم الحمل بسرعة بلا شك أن هذه الوصفات كي يبقوا فقط سبب وربي هو اللي كي يسر الأمور وكي يرزق بالدرية الصالحة في القريب كل محرومة إن شاء الله وبلا شك لا تقربتي من الله بالدعوة وكذلك بالصلاة في الأوقات ديالها صلاة الفجر كذلك الأذكار ديال الصباح والمساء كثرة الاستغفار الصدقة بنية الحمل كل هذه الأمور تتعجل من فرص حدود الحمل والإنجاب لكل سيدة وأكيد أن ربي هو لك يرزق الدرية حاول أنك إلا حسيتي براستك مقلقة مكتعبة تقرب إلى الله وربي ما غد يخيب تشيو حدا فيكم وغد يرزقكم بالدرية الصالحة في القريب وتفرحون إن شاء الله جميع بخصوص هذه الوصفة هذه لما فهمتوش يعني الطريقة ديالها أو كيفية الاستخدام خليوه لي في تعاليق أسفل فيديو وغادي نجاوبكم وغا نحاول أنني نجاوب كل سيدة فيكم بغاة استفسار أو سؤال إن شاء الله رمك نجاوبش يعني كترس الضغط على التعاليق ما كتخلينيش أنني نتمكن نجاوب كل وحدة فيكم مجرد ما نحط فيديو جديد ديري لي التعليق وأكيد غادي نتمكن أنني نشوفه في أقرب فرصة ممكنة ونجاوبك في القريب إن شاء الله كان هذا هو الفيديو دياليوم تمنين الإعجاب ديالكم إلا أجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد لايك واشتراك في القناة شكرا لكم على التتبع ديالكم للقناة وشكرا على المشاهدة جميع الفيديوهات شكرا لكم على التعاليق الطيبة اللي كانت وصل بها كل يوم وأكيد غاديما استمر معكم في القناة بالوصفات الناجحة المجربة وإن شاء الله تتكونوا كلكم حوامل وتفرحونا ونحط التجربة ديالكم علش الله باش كل شي يستفد منها وأكيد غا يجي الدور ديالك سنتين حط التجربة ديالك في هاد القناة وغا تكون يحامل علش الله إلى اللقاء في فيديو مقبل بسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر